في الشن اليمني حيث أدان مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الباريسية من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية على المملكة وأكد مجلس الأمن أن صواريخ الحوثيين تستهدف أمن المنطقة وعبر عن قلقه من أعلان ميليشيا الحوثي عزمها استهدف المملكة ودول أخرى وطالب مجلس الأمن جميع الأطراب بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بطريقة أمنة وسليعة دون عوائق إلى جميع المحافظات اليمنية المتضررة ودعا إلى العودة لطاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثي الخاص مارتين كريفث